اشتركوا في القناة وبسوعيدهم يكتب وطننا الغالي تاريخا استثنائيا من العمل والبناء والنهوض وأكد رئيس السيسي ثقاته المطلقة في شباب مصر وفي حماسهم وعزمتهم ليتحقق الحلم الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة أعلنت القوات المسلحة القضاء على 13 إرهابيا خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات بوسط وشمال سيناء وأشار المتحدث العسكري إلى العثور بحوزة الإرهابيين على 15 بندقية آلية وكميات من الضخائر مختلفة الأعيرة و20 خزنت بندقية آلية فضلا عن ضبط عدد من الدرجات النارية التي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عمليتها وكذلك ضبط عدد من الهواتف المحمولة ونظراتي ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات وقد اتخذت القوات المسلحة حيال ذلك كافة الإجراءات القانونية وعرضها على جهة التحقيق المختصة ونتجة للأعمال القتالية نال شرف الاستشهاد والإصابة 9 من أبطال القوات المسلحة هذا وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية لينعم شعب مصر بالأمن والأمان أكد رئيس التونسي قيسي سعيد على أن مؤسسات الدولة ومرافقها تواصل العمل وخلال اجتماع باللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث أكد رئيس التونسي أن دولة ستواصل حل مشاكل المواطنين وجهنا الشكر لكل المسؤولين عن حل أزمة مياه الشرب محذرا كل من يحاول التنكيل بالشعب بمواجهته بكل حسم وحزم أعلنت السلطات القضائية التونسية اعتقال 14 مسؤولا في تحقيق فساد بشأن صفقات استخراج ونقل الفوسفات ومن بين المشتبه بهم وزير دولة سابق ومدير مناجم ومدير مشتريات في وزارة الصناعة وستة مديرين كانت الأجهزة القضائية التونسية قد أصدرت قرارا بمنع 12 مشتبها به من الصفر على خلفية التهمات في قضايا فساد مالي وإداري أنقض خفر السواحل الليبي 823 مهاجرا قبلت سواحل عدد من المدن الليبية وورد في بيان عن خفر السواحل أن المهاجرين نقلوا إلى نقطة إنزال في مصفات الزوية وألفت البيان إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع في إطار دوره الإنساني رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم قالت الحكومة اللبنانية أنه يجب استمرار الدعم وترشيده فقط عند طرح البطاقات مسبقة الدفع للفقراء وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي أنه سينهي دعم الوقود وفي بيان بعد اجتماع لمجلس الوزراء قالت الحكومة أيضا أنه ينبغي أن لا يكون هناك تغيير في أسعار المنتجات البترولية المكررة أظهر إحصاء لرايترز أن أكثر من مائتين وخمسة ملايين نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وبحسب الإحصاءات فقد وصل إجمالي عدد الوفاية الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين وخمسمائة وستة ألاف ويشار إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من مائتين وعشرة دول ومناطق منذ اكتشافه لحالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019 أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها نحو أربعين ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وألف ومائة وثمان واربعين حالة وفاة وذلك خلال الأربعين والعشرين ساعة الماضية وتشير بيانات وزارة الصحة البرازيلية التي نشرتها إلى أن حصيلة المصابين منذ انتشار الوباء في البلاد وصلت إلى حوالي عشرين مليونا ومائتين وخمسة وثمانين ألف شخص يذكر أن البرازيلة تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند والمركز الثاني من حيث الوفيات بعد الولايات المتحدة انتهى الموجز الإخباري ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع تواصل الاجتماعية المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستجرام ويوتيوب كنت معكم أنصار عبدالله ألقاكم بنشرة السابع صباحا اشتركوا في القناة